خلونا لو سمحتوا نشوف ونسمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيوضح أهمية هذه المباحثات والاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة والرئيس اتكلم مع الأوروبيين في الهجرة غير الشرعية اتكلم مع الأوروبيين في خطورة مهاجمة رفح الفلسطينية اتكلم في خطورة التهجير القصري أو الطوع للفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية وتكلموا على ضرورة وقف إطلاق النار أو وقف العدوان الصهيوني على أراضينا العربية في فلسطين خلونا نسمع ونشوف الرئيس الـ وهنرجع نكمل الكلام قد تناولت المباحثات أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البعد التنمو في معالجتها إضافا إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية واتفقنا على رؤية دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016 فضلا عن إصلافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوى بالمواطنين المصريين